وضح اخواني هذه صفة الغنة قلنا لما اتكلمنا على المخارج قلنا بان النون النون والميم الغنة بالنسبة للنون والميم جزءهما يعني الغنة جزء النون ألم نقل بان العلماء بالكافية الشافية ابن الحاجب ذكر هذا الكلام كتاب الشافية لابن الحاجب ذكر هذا الكلام النون قسمان والميم نصفان نصف مكمل ونصف مكمل فالنصف المكمل هو النصف الفموي والنصف المكمل هو النصف الخيشومي بالنسبة للنون النصف المكمل هو الجزء اللساني وبالنسبة للنون للميم الجزء المكمل هو الشفوي وفي كل الحرفين المكمل هو الغنى المكمل هو الغنى وقلنا بأن هذه الغنى صحيح أنها جزء النون وجزء الميم لكن طولها وقصرها يتناسب مع وضع النون هل هي مظهرة مدغمة مخفى انتبهنا كيف فنرى على اللوحة الغنة من حيث كونها صفتان هي صفة للنون والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما وضعهما يعني وضع ميم النون والميم هل هو مظهرتان حتى طالما تكلمنا وتكلمنا أقولها لكم الغنى أخواني الكرام أربع درجات أربع أطوال دعني أنظر إلى أصابع يدي بعد إذنك كاملة وأكمل وناقصة وأنقص أعيد كاملة وأكمل وناقصة وأنقص تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين وتكون الغنة أكمل هذه أطول الغنة أقل بقليل غنة النون والميم المخفاتين أنفسكم هذه غنة مخفاة كاملة لكن في أكمل منها اللي هي مين المدغم وتكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين الساكنتين المظهرتين لما قلنا الساكنتين خرج مين المتحركتين لما قلنا المظهرتين مين خرج المدغمة والمخفى والمقلوبة تمام مثل النون والميم في قوله تعالى في الفاتحة أنعمت صراط الذين أنعمت انظر أن أنعمت اللي هي صفة البينية يعني اللي هي صفة البينية اللي تحدثنا عنها فهمتوا عليه إخواني يعني إن جئناها من باب البينية ففيها مط قليل وإن جئناها من جهة الغنان فهي غنة ناقصة صراط الذين أنعمت عليهم تمام وتكون الغنة أنقص ما تكون يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين نا نو ني ما مو مي هادي شو اسمها أنقص ما تكون واضح طيب مراتب الغنة ما هي هادي شو اسمها كاملة وهادي وهادي ناقصة وهادي تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين المضغمتين مثل مي ولي ولا هذا كله فين هنا تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين تكون الغنة ناقصة في الساكنة المظهرة نون وميم تكون الغنة أنقص يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين ونذكر بأن هذا الميزان لأزمنة الغنة مرن يعني يتناسب مع سرعة القراءة لما تكون عم تقرأ التحقيق زمن الغنة حيكون آخذ طول معين لما تقرأ بالتدوير بيقصر لما تقرأ بالحذر بيقصر أكثر وأكثر وضح أخواني يعني ميزان مرن يكبر ويصغر بحسب سرعة القراءة بالخمسين سنة الماضية تقريبا شاع بين المشتغلين بتعليم القرآن أن الغنة بمقدار حركتين والله لا أدري من أين أتوا بذلك والكتب المحدثة مليئة بهذا الكلام الغنة بمقدار حركتين لعل بعضهم قالها تسهيلا على الطلاب لكن قياس الغنة بالحركات أمر ممعروف شوفوا شروح الجزرية كلها شيخ الإسلام غيره بيقول لك وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك وفي المخفي أكمل منها في المظهر وفي المدغم أكمل منها في المخفي الميزان اللي حكينا عنه هلأ كاملة وأكمل وناقصة ما أحد قال بأن الغنة إيه بمقدار حركتين السكت بيقول لك السكت بمقدار حركتين هذا من العجايب كمان السكت ميزانه النفس شوف يا أخي النفس يطلق على الزفير ويطلق على إيه الشهيق إن أدخلت هواء هذا شو اسمه شهيق وإن أخرجته شو اسمه زفير هذا هو النفس فزمن السكت دون زمن التنفس يعني لو حبينا نعمل واحد بده ياخد نفس لجوه قدش هذا زمنه جرب هذا الزمن زمن السكت أقصر منه هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن دون زمن التنفس أو عبارة أخرى بزمن لا يتنفس فيه عادة إذن هو دون زمن التنفس هذا السكت أما أن يقال السكت بمقدار حركتين أيضا هذا من الموازين المحدثة وياليته مطابق للواقع مو مطابق إذا بدك تجيب السكت حركتين حيطلع طويل كتير حيطلع طويل كتير تبهنا أخواني بكلامنا على الغنى ومراتبها وأزمنتها نكون ولله الحمد قد تكلمنا على صفات الحروف في كلها من عرف ما قلناه من أول أمس وأمس واليوم عما خارج الحروف وصفاتها فبيكون وصل إليه خير كبير وإن شاء الله تعالى ربي يكرمنا وإياكم أن نقرأ القرآن قراءة ترضيه بقي أن ننبه على أمر إخواني ليس كل واسمعني جيدا يا حبيبي ليس كل من أتقن نطق الحروف مفردة يجيد نطقها مركبة يعني أنا ممكن قل لك ها ممكن قل لك ضا ممكن قل لك لكن قرأ قرآن قرأ صفحة بتلاقي لما بقرأ يصعب علي تطبيق هذه الموازين التي فإذا نحن بحاجة إلى أن نتدرب اشتركوا في القناة